ماذا نعني بالشعور بالأحقية الشخصية في بيئة العمل؟ هي شعور إنسان معين بأن له أفضلية على من سواه في العمل في التوظيف، في الراتب، في الترقية، في الفرص المتاحة ليس نتيجة لجهد قام به أو مهارة اكتسبها أو نتيجة حققها بل لمجرد صفات شخصية غير مرتبطة بالأداء مثل كونه من عائلة معينة أو له واسطة أو أنه ذكر أو أنثى أو كونه من جنسية معينة أو لون أو عق معين أو سوى ذلك من الأمور الشعور بالأحقية خطير ليس فقط على سائر الناس المتضررين بل هو خطير على صاحب الشأن نفسه سأتأكلم عن نتيجتين كارثيتين لمسألة الشعور بالأحقية أو sense of entitlement النتيجة الأولى هي عدم التردد في استخدام الواسطة بطريقة تمنع تحقيق أي عدالة في التوظيف تمنع تحقيق أي عدالة في التقييم، في الترقية، في المكافأة، وسائر القرارات المتعلقة بالموارد البشرية النتيجة الثانية ظهور اعتقاد خطير بأن بعض الناس ليس غيرهم بعيدون عن المساءلة لا يتحملون مسؤولية ما يتخذونه من قرارات بينما يتحمل الآخرون وزر أي قرارات أو سلوكيات مشابهة فلنتكلم مجدداً عن الواسطة إن الإنسان الذي لديه حس عالم بالأحقية يعتمد على ذلك، يغفل عن تطوير نفسه ومعارفه ومداركه وبالتالي يتخلف إن الإنسان الذي يعتمد على الواسطة في حياته سيصبح اعتماده هذا وبالاً عليه في المدى الطويل نعم، تكلمنا عن الواسطة فيما سبق ولكن اسمحوا لي أن أتكلم عنها ليس فقط من الناحية الأخلاقية ولكن من الناحية العملية لقد أشار الكثير من رواد الأعمال الناجحين الذين قابلناهم أن الواسطة قد تنفع الإنسان عملياً للحصول على وظيفته الأولى ولكن هل ستنفعه في البقاء في الوظيفته والارتقاء؟ هل تريد أنت أن تكون ذلك الإنسان الذي لا يحقق أي نجاح في حياته إلا عبر البصايت؟ أي نجاح هذا؟ وأي تنمية لبلادنا نرجوها إذا كان كل مننا يعتمد على الواسطة حصراً في حياته؟ وحتى لا نغرق في التنظير أجيبه على السؤال التالي يشير الكثير من رواد الأعمال إلى أهمية العلاقات نتوركينج في النجاح أليست الواسطة هي علاقات؟ ما الفرق بين استخدام العلاقات نتوركينج وبين الواسطة؟ الإجابة نعم التشبيك أو نتوركينج أي بناء العلاقات أمر مهم جداً في الحياة العملية في عالم إدارة الأعمال بناء العلاقات واستخدامها من الأمور المطلوبة غير أن التشبيك شيء والواسطة شيء آخر الواسطة هي استخدام العلاقات لتوظيف إنسان غير كفو وتمييزه عن غيره الأكثر كفاءة أو الاستخدام العلاقات للترقية والحصول على المنافع بطريقة غير عادلة أما التشبيك فهي أن يتوفر لنفسك شبكة من العلاقات والمعارف تبقى على اتصال بها بالقدر المطلوب دون السعي لاستخدامها بطريقة غير عادلة الواسطة بالمناسبة ليست حكراً على بلادنا عربية بل توجد شبيهات لها في مختلف الثقافات في الصين، في روسيا، في الكثير من البلدان الأخرى ولكن لم تمنع الواسطة في الصين يسمونها جوانجشي لم تمنع تلك الواسطة من أن تنمو الصين اقتصادياً علينا في البلدان العربية أن نطور فهمنا للواسطة إذا كانت الواسطة عبارة عن تشبيك للعلاقات إتاحة الفرصة للناس للتعرف على بعضهم البعض فمرحباً بها أما إن كانت عبارة عن تمييز وسوء استخدام تلك العلاقات فهي كارثة على البلاد وكارثة على العباد الواسطة إذن هي النتيجة الأولى التي تنشأ عن الاعتقاد بالأحقية النتيجة الثانية لا تقل خطورة أو كارثية عن الأولى وهي تولد اعتقاد بالبعد عن المسائلة accountability يعتقد الإنسان صاحب الأحقية المزعومة أن ما ينطبق عليه لا ينطبق على غيره وبالتالي تراه يمارس سلوكيات معينة ويتخذ قرارات متسرعة لأنه يرى أنه ليس كسواه من الناس في عالم الأعمال اليوم لا يستطيع أحد أن يزعم أن لديه أحقية مفترضة تمنع غيره أن يسأله عما قام به وبالتالي الكثير من الناس الذين ديهم أوهام متعلقة بعدم تعرضهم للمسائلة قد يستيقظون ذات يوم ويرون أن الزمن قد تجاوزهم وأن الكل معرض لهذه المسائلة تحضرني قصة لطيفة سمعتها قام أحد الآباء بمقاطبة ابنه الذي كان يتصرف بطريقة غير صحيحة وغير منتجة في شركتهم العائلية فهو ابن صاحب الشركة وبالتالي كان يحس بالأحقية بغض النظر عن سلوكياته تكلمه والده قائلا سأكلمك اليوم من مجهتين نظر وجهة نظر صاحب المؤسسة ووجهة نظر أبوك أنا بنيت هذه المؤسسة بالعرق والجهد أداؤك في الفترة الماضية لم يكن مرضيا لقد أعطيتك الكثير من الفرص ولم تنجح يؤسفني إبلاهك أني قد قررت الاستغناء عن خدماتك بمعنى آخر ترد الإبن من المؤسسة لعدم كفاءته ثم توجه الوالد إلى ابنه مقبلا الآن سأكلمك كوالدك ولد الحبيب سمعت أنه قد تم الاستغناء عن خدماتك في عملك اليوم كيف أستطيع أن أساعدك على إيجاد عمل ملائم لك هذه القصة حقيقية ولكن ربما لا تتوقع أن تحصل في كل شركة عائلية أو غير عائلية المغزى الذي يريد إيصاله هو إن الاعتماد على أحقية مزعومة والبعد عن الموسائلة لا تستمر كثيرا في عالم الأعمال المعقد والمتطور في هذه الأيام في نهاية هذا القصم إليكم بعض التوصيات تذكر أن الإنسان الناجح حقا هو ذلك الذي تكون إحدى دعائم نجائحي بناء شبكة من العلاقات مع الآخرين مبنية على الاحترام المتبادل والعدالة ينبغي أن تكون مستعدا لتحمل نتيجة أعمالك دون الاعتقاد بالبعد عن المسائلة إن الالتزام بنتائج الأفعال هو دلالة على النضوج والثقة وتقدير الذات والخلوق الرفيع قد تطرأ لك ظروف في حياتك تجعلك تتخذ قرارات خاطئة إن الخطأ الذي تقوم به في أغلب الأحيان قابل التصحيح ولكن أول خطوة في اتجاه تصحيح الخطأ هو استعدادك لتحمل مسؤولية ما تعمله في القسم التالي نستعرض آخر حلقة من حلقات النجاح صادق أصحاب الهمم حيث نشرح أهمية القدوة الحسنة والمثال الأعلى والاستفادة من تجارب الآخرين في حياتنا الشخصية والعملية